نبقى في فلسطين حيث يعمل الباحث الفلسطيني مصطفى جرار ضمن مشروع تشرف عليه جامعة برزيت في فلسطين والهدف هو زيادة محتوى منصة كراسات لحوسبة لهجات عربية المنصة شملت لهجات الفلسطينية واللبنانية والعراقية والليبية والسودانية واليمنية وتهدف أيضا إلى إغناء الحاسوب وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مساعدتها على فهم النصوص المكتوبة بالعاميات العربية معنا من رامالة الآن البروفيسور مصطفى جرار أستاذ الذكاء الاصطناعي وحوسبة اللغات في جامعة برزيت صباح الخير أهلا بك معنا في الجزيرة هذا الصباح بروفيسور مصطفى صباح الخير لكم وجميع المشاهدين أهلا بروفيسور لو حدثتنا عن تطبيق كراسات وما الدور الذي قام فيه في مساعدة اللهجات اليوم لهجاتنا في العالم العربي على الإنترنت وفي الحقيقة احنا في جامعة برزيت لدينا العديد من المشاريع ذات العلاقة بحوسبة اللغة مثل حوسبة المعاجم العربية حوسبنا تقريبا حوالى 150 معجم عربي في قاعدة بيانات واحدة وبناء أنتولوجيا للغة العربية لتوصيف الدلالات والمترادفات وغيرها وكان آخرها اطلقنا مشروع لحوسبة اللهجات العربية في بساطة حوسبة اللهجات بالنسبة للمستخدم هو أن الحاسوب يقدر يفهم اللهجة سواء كانت كلاما أو كتابة فباستمتع المستخدم العربي في أن الحاسوب يستطيع ترجمة المحتوى مثلا يعني أن عملنا يمكن الترجمة الآلية أو التحويل لصوت والنص لصوت كثير في تطبيقات تعتمد عليها اللهجة ونحن نعرف أن اللهجة العربية بشكل عام زاد المحتوى بعد استخدامنا أو كتاباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وصار في عنا محتوى ضخم جدا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي مكتوب باللغة العامية وفي معلومات كثيرة وصار الآن الوقت أن الحاسوب يستطيع فهمها وفي كثير كمان تطبيقات بحاجتها الإنسان مثلا الكبير بالسن إذا كان بده يتصل أو بده يتصل في حد أو بده يتعامل مع حد مرات بالصوت مع الهاتف ففي كثير تطبيقات تعتمد على اللهجات العامية العربية غاية الحوسبة في مكان ما وغاية الذكاء الصناعي والتعامل مع الإنترنت إجراء البحث الوصول والحصول على معلومات في هذا المجال هل يمكن أن تصل هذه المنصة إلى مرحلة تكون فيه مصدر للبحث العلمي بالنسبة للغويين العرب هذا سؤال في غاية الأهمية بالرغم من أن المنصة تم إطلاقها لاستخدامات الذكاء الاصطناعي ولكن يستطيع مجتمع آخر المجتمع العلمي والمجتمع البحثي أو اللسانيين العرب في استخدام المدونة للأبحاث العلمية دعني أقول أنه لما نكون مدونة نحن نكون نصوص كمية ضخمة من النصوص العربية أو من النصوص بشكل عام نحن طبعا في اللهجات العامية الستة التي تحوسبناها كان فيها مليون وثلاثمائة ألف كلمة كمنا بتوصيف كل كلمة في جذرها والمقابل بالفصحة وقسم الكلام مثلا اسم فعل الرابط كمان حتى ليس فقط بالفصحة بس كمان في الإنجليزية وهذا إتاحته يستطيع الباحث مثلا البحث عن كلمة ما واسترجاع هذه الكلمة أو في كل السياقات التي وردت فيها هذه الكلمة يستطيع كذلك مثلا البحث بناء على الإحصاء يسموه في الإنجليزي Corpus Linguistics الذي هو أنه مثلا أكثر الأفعال شيوعا في اللهجة الفلانية أو أكثر مثلا اسم تصغير أو اسم تكبير ورد في اللهجات أو أكثر الجذور شيوعا وقارن اللهجات في بعض أو ما هي الكلمات العامية التي موجودة في كل اللغات أو في كل اللهجات العربية وما هناك في كثير من الأفكار التي يستطيع الباحث أو اللساني أنه يعتمد على هذه المدونة فيها وأهمية هذا المشروع تكمن كما تحدثت ب ذكرت مثال الكبار في العمر وطبعا هو مشكلة حقيقية يواجهونها دائما ودائما ما نسمع عنها شكرا لك بروفيسور مصطفى جرار أستاذ الذكاء الاصطناعي وحوسبة اللغات في جامعة بيرزت كنت معنا من رمالة